أستاذ أحمد، يعني لو صدقت الدول الغربية بشكل كامل مع أوكرانيا ولو كانت صادقة، لماذا لا تقدم لها سلاحاً كافياً لرد العدوان الروسي ولحسم الأمور؟ لماذا هذا الاستنزاف؟ هي صادقة؟ بالقطارة كأنه كما نقول لا لا لا، صادقة وعم تعطيها سلاح لدرجة أنه صار في مشكلة في أمريكا أنه السلاح اللي عم بيروح لأوكرانيا وصل إلى مستوى يهدد الاحتياط الضروري لأمريكا في صواريخ ستينجر مثلاً ثلث الصواريخ ستينجر الأمريكية راحت لأوكرانيا وما ممكن أمريكا تعطي أكتر من الثلث يعني كتير هن صادقين وعم يعطوهم السلاح لرد الهجوم وتم رد الهجوم أما أنه يعطوهم سلاح لهزيمة روسيا هذا لن يحصل هذا لن يحصل أنه الأوكرانيين لكن هناك نوعيات محددة من الأسلحة طالب بها الأوكرانيون مراراً وتكراراً ولم تصل إلى أوكرانيا أنه صواريخ تقصف روسيا هذا اسمه دخول في الحرب حلف الناتو بخلاف كل الزعبرة اللي منسمعها في الوطن العربي الحلف الناتو ليس طرفاً في الحرب مطلقاً مطلقاً ويدرسها بعناية شديدة أنه ما يدخل الحرب إذا أعطيت أوكرانيا أسلحة تصيب موسكو لأنه ما تنسى أنه نحن قريبين من موسكو نحن في قلب قلب روسيا في أمعاء روسيا في مصارين روسيا إذا بدك فإذا أعطوهم سلاح يصيب موسكو اختلفت الحرب صرنا دخلنا بحرب تانية ما بدون إياها الغربيين وما بدون إياها حلف الناتو إذا سبقى الأوكرانيون ضحية هذه اللعبة وهذا الصراع بين الكبار ضحية العدوان الروسي ضحية العدوان الروسي ياريت يعطونا الغربيين السلاح نصف ربع السلاح اللي بيعطونا أوكرانيا ياريت ياريت نحلم بعشرة بالمئة من السلاح اللي بيعطونا أوكرانيا بس لن نافع عن نفسنا في السورية ما في ما في فإذا عطونا سلاح ما بيكون الحليف التركي في الشمال السوري لا يكفيكم حاليا بدنا دماشق نحن بدنا دماشق يعني نحن فرحانين بالمنطقة المحررة في الشمال ولكن هدفنا النهائي هو دماشق ولن يتغير يعني هدفنا لن يتغير سكاتر جمع